المسلسل الكبير قوي نروح للتفاصيل بقوي الكواليس في لازمات في لازمات احنا شفناها في المسلسل جذرة وجطامها جحش ايوي وشفنا غيرها من اللازمات اللي موجودة جميل معناها ايه الاول جذرة وجطامها جحش صلى عن النبي عليه الصلاة والسلام جذرة وجطامها جحش داي الاستاذ ملكي كان جاعدا ما يقول انا عايز اقول له هدية الموضوع دي انتهى في حاجة عم جناوة عنديكم زي انتهى بس تسعيد داي انا ابوي رحمة الله عليك انا عصب شوي كان كل شي يقول له جذرة وجطامها جحش يعني الموضوع محدش تكلم مع فيه تاني طيب ايه معناها وايه مدلولها وايه الشرح بتاعها لعشان فيه ناس كادير بتسأل لو ما اكلهم اخذ جحش وفيه جذرة هنا في المرمية جذرة مثلا جاء الجحش راح مد خشمه ورح واكل جذرة بهذا الكم من هذا الجحش الكبير لما يأكل جذرة انت هتقدر ترجع الجذرة لتانيك لا الموضوع انتهى الجذرة وجطامها جحش خليها كلك هتروح تجيبها منه كيف هذا يعني صورة تعبيرية صورة جمالية بحيث انه الموضوع منتهي يعني هي صورة من يعني وليدة البيئة بس دي كانت لازمة والدك ولا كانت موجودة عندكو في الصيد كمان مش والدي بس والدي ما اخترحاش والدي ابن بيئته ما والدي جيبها من ايه جيبها من عمه وخاله البلد كلها بتقول جذرة وكذا ما جح مش والدي بس يعني ولكن هي الفكرة اللهجة في الكبير جوه بصفة قاصة كان ده هدف من الاهداف اللي كان وجهني ليه لأستاذ ميكي والأستاذ الجدي وجهوني يقولوني لإحنا عاوزين لهجة مغرقة في المحل ليه لانه عنديهم واحد اسمه جوني وجوني لازم ايه اللهجة بالنسباله تلفت نظره يقول بيقولك مثلا ايه زاتا الزاتا دي لما اغزة شوط ميت حطهم في طراب يبقوا زاتا اخذلك فييج يقولوا زاتا ايه زاتا دي الزاتا مش عارف ايه قمت يبدح لأن جوني يتاريج على كلام الكبير فهي دي كانت فرصة ذهبية لإنا ان انا احمل بسيما بيقولوا لللهجة اللي ممكن تكون تكاد تكون طيام يا مرحب توثيق للهجة قط تكون اللهجة بتبقيتش منتشرة فاتدول الفرصة دي لأن انا ما قدرش عامل ده في الدراما العادية ليه في الدراما العادية ما قدرش يعملوه لأنك انت في الدراما العادية بتوصل رسالة احنا رسالتنا هنا الكوميديا بس ليه؟ رسالتنا هنا أني نضحك وعلى كلمة الزاطة نضحك أو كذا كذا إنما في الدراما أنا عايز أقوله أنه ده فلان حقيقي روح يكتل فلان ومش عارفه فلازم أوصل معنى درامي بالنص ما أقدرش ألعب فيه كتير وإلا أنا لو قلت لك مثلا أنت بتتزنطر أنت مفهماش عني تتزنطر يعني بتضحك مثلا نضحك ماصخ أغدالك فتتزنطر ليه؟ لا هنا أقدر هنا ما أقدرش هنا لازم أقول كلمة أنت تفهمها والمشاهد يفهمها عشان أقدر أوصل رسالة درامي بس المشاهد مش فهمها هي جاية معا بكوميديا أكتر فهي ماشية في سياق العمل الدرامي الهدف أساسي هدفنا إن إحنا نجيبوا كوميديا والذكاء والأستاذ ميكو والأستاذ أحمد الجيندي إنهم يقدروا يأخذوا يعني دي مش إبداع من أنا ولا فتاكة مني أنا أقول الكلام ده لأي حد بس هم عاوزين بيجلبوا في الأرض وبيجلبوا في التراث ويطلعوا ويأخذوا ويأخذوا اللي يعجبهم وفيه حاجات برضو ما تبقى مش حلوة يقول لك لأ دي مش عتوبة مفهمة جوية إحنا عايزينا تبقى إيه أجل ما تفهمها شوية مغريقة جوي لأ فيه هنا فيه قائد بيلف كده ومسك الموضوع وبيرسم بيريش اسمها الكابير جوي لغاية من الشخصيات بيجي تنطق وتتكلم وحده بيجينا سايبين يدنا خلاص إحنا لدينا 12 سنة في الكابير جوي من 2010 من أول مجال ورد لـ 22 جاعدين دولكتي أشرف ليه سكته فزاع هاجرس مش عارف مين 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 لسه قلت هسألك السؤال بقى مهمة أو 12 سنة الـ 12 سنة نفس المجهود اللي بازلته في الأول هو هو اللي بازلته مثلا في الجزء السادس بطبيعة الحال بطبيعة الحال يمكن المجهود السادس اللي بنبذله أكتر من الأولى نقول لي ليه أكتر؟ أكتر هل مفروض النسط طبعت خلاص هلقول لي مش مش في فكرة إنهم هما ضعاف في اللهج لا فكرة الاجتهاد نفسي ليه؟ إنك إنت نجحت ودخلت في حتة وبجيت في مكان فوق عصد حفظ عليك وكل الناس بص عليك بوصل الناس هتعملوا إيه فاللي نجحت عايز تسترس عليه أكتر أنا أجيبت هدف واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وأجيب السادس وأجيب السابع إذن عرفنا إيه اللي بي نجحوا إيه للناس الحباء وإيه للناس كده بس على مستوى إتقان الناس الموصلين للهجة لا أنا ممكن أسيب الأستاذ مكي مشهد مشهدين ثلاثة ممكن يعملهم وحده خلاص يا بيه أنت رايب يتكلم شرب الشهولات ده للناس اللي شغالنا في السيزنز القديمة أو في المواسم القديمة إحنا السنة دي معانا بطلة جديدة مربوحة حاجة يعني خطيرة طبعا إزاي عرفنا نزبط اللهجة بتاعتها بسرعة كده وهي كأنها معاهم يعني من بدري ماشية في اللغة تمام والله بالنسبة للمربوحة باللغوة بقى بالنسبة للمربوحة دي بصفة خاصة يعني هما سبحان الله هي هدية من عند ربنا برضه زي ما بيقولوا ليه؟ لأنها هو يعني حتى لما اختروها جات على يعني سبحان الله أول ما جاعدت كده الدحك اللي تضحكوا برا المشهد أضعاف اللي انتوا بتشوفوه في البداية ده إحنا إياما دمها خفيفة السطبات حصلت كتير بسبب أن هي أساسا كومي بتضحك هي شخصيتها اللي انتوا شفتها دي هي ما مثلتش هو أي التمثيل إنك انت ما تمثلش فهي ما تمثلش هي كده أساسا يعني أول ما تخش اللوكيشن تعرف إن راح معها المربوحة دمها خفيفة بالفطرة دي اللي انت كمان تغير لها مفرداتها ويفضل لسه دمها خفيفة دي بتبقى صعب غير لمفرداتها ده هي بتاخد المفردات وتجلب فيها تخليها دحك برضو بس إنها تحول الـ F لـ F صعيدي أعتقد ده صعب مفيش F و F صعيدي هو الفكرة الفكرة يعني لما تيجي تعطيش الجيب ما هو جيب ما لها جزيل لها جاك كلام زي الكلام اللي بنقولوه إنما هي الموضوع كله معها إن هي وقدر الموضوع بحبا كهزار حبا ككوميديا هي من جواها كوميديانا بتطلع من الكوميديا من جدها ومين اللي ساعدها في كده؟ ساعدها لأستاذ أحمد الأستاذ الجندي في حاجة اسمها سر أقول لكم حاجة ممكن أول مرة قولوك إيه هو سر نجاح الكبير جول سر نجاح الكبير جول كلمتين نفتح المشهد إيه نفتح المشهد دي؟ دايما في الدراما ييجي يقولك النص المكتوب هنا ما فيش عاجة اسمها بيطلقوا العنان هنا الإبداع اللي حصل من الكتاب بيبدعوا بيحطوا واه 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 بيعملواش المواقف اللي انتو بتشوفها الحلوة دي كمبدعين على الورق ييجي الموضوع دور بعد كده الجعدة اسمها جعدة التفتيحة نروحوا جايبين يقولك هات الكراسي نروحوا جاعدين المخرج والستاذ أحمد والممثلين هي مشهورة عند الناس باسم بروفت الترابيزة انتو سمتوها جعدة التفتيحة بروفت الترابيزة هتجروا ما هو مكتوب وتلتزموا به هنا فيه تصالح مع النفس الكتاب والمخرج والبطر العمل وكله خلي كل واحد يطلع أفضل ما عنده كل واحد يطلع أفضل ما عنده ونفتحه في يقولك استاذ أحمد يندير احنا عايزة نفتح كم سكة كده نفتحه كم سكة السكة دي ضحك وبعدين الضحك لما بيترمج احنا لو ما تحكناش عليه ما اعملهوش طب بمناسبة التفتيح مين اللي فتح لمكي فكرة أو للكبير بقى ان هو يصطادل عجارب لا ده هو ان كل سبب ما تقوله انت كنت بتعمليه كلمني عن حياتك كبير فطبعا هو الراجل يعني صراحة بيدي القشل خبازه جاي طب انا لسه حفكر وكنت بقى عمل ايه يا عم جناوي جاي طبق قلت له نعم جاي طبق تعمل ايه وانت صغير طبق لماذا الحراك ده بس ما تكسبناش قال لي لا والله كنت بتلعب ايه وانت صغير عم كلاو وكتولول والله كنت أغرق كلاب في الضهر وفي الليل كله التصفيد عجارب كيف تغرق كلاب يا عم جناوي فراح تضف لها اللمسة الذكية بتاعته جاي طبق قلت في العشي اجود اصيد عجارب وفي الضهر كنا نغرجوا كلاب ولما كبرت احترفت الكونجوفو الضفلة هو كيف لازم نجيل التاكشي بتاعه